الموت لخامنئي الموت للديكتاتور شعار بات يتردد في شوارع إيران بعد مقتل الشابة الإيرانية مهس أميني على يد ما يسمى شرطة الأخلاق وكأن موتها فتح الباب واسعا للإيرانيين ليقول لخامنئي شبعنا من شعاراتك الكاذبة فرحيلك ورحيل نظامك هو الأولى جنازة أميني في مسقط رأسها سقز غربي إيران تحولت لمظاهرة بعد توافد الآلاف من المدن المجاورة قبل أن تنتقل عدوى التظاهر إلى العاصمة طهران وسط تأكيدات على استمرارها في الأيام القادمة لتصبح الصور خامنئي في شوارع طهران موسقز كأطلال بائدة بعدما مزقها المتظاهرون بيان المستشفى الذي يسعفت إليه أميني قال إن الفتاة وصلت في حالة موت سريري لكن البيان حذف مباشرة من على منصتها في وسائل التواصل عقب قول السلطات بأن الوفاة حصلت بسبب نوبة قلبية وهي مزاعم لقت سخرية واسعة بعد تدول صور لأميني وهي مستلقية على سرير والدماء تسيل من أذنها وهنا أكد العديد من الأطباء أن النزيف يشير إلى إصابتها بارتجاج في الدماغ نتيجة إصابات في الرأس احتجاجات إيران تشير إلى الحد الذي وصل إليه الشعب الإيراني وخاصة فئة الشباب من الاستياء من قبضة الولي الفقيه وممارساته القمعية استياء وغضب قد لا تتمكن سلطات طهران وأجهزتها الأمنية من تحمل تبعاته فالطفن عندما يحين وقته لا يقف في طريقه شيء اشتركوا في القناة